مرحبا بكم سيداتي وسادتي مع حلقة جديدة من حلقات دهنك المخادع الدليل العلمي لآليات التبكير النقدي واليوم راح يكون الفصل السابع عشر العلم في مقابل العلم المزيف غالبا ما نرى الناس يدعون بأن اعتقاداتهم الشخصية مبنية على العلم الصحيح فعباءة العلم الصحيح تستخدم كثيرا لتسويق ادعاءات وأفكار يتبنىها الشخص بينما الادعاء المعاكس أي كون الاعتقاد مبني على العلم المزيف غالبا ما يقوم الشخص باطلاقه على الاعتقاد الذي لا يتبنىه هو شخصيا فالعلم لا زال يتمتع بدرجة عالية من الاحترام في مجتمعاتنا ولذا فالكثير من الاعلانات التجارية والاتعاءات توصف نفسها بأنها علمية فهل هي كذلك وكيف نتأكد من ذلك فعلى سبيل المثال هل الاحتباس الحراري البشري المنشأ مبني على علم صحيح أم هو علم مزيق كما يدعي البعض ماذا عن علم المخلوقات الخرافية أو والذي هو عبارة عن دراسات لمخلوقات غير طبيعية وغير معروفة حاليا بالعلوم من مثل ذو الرجل الكبيرة أو أو حمارة القايلة أو أمنا الغولة إلى آخر حسب الثقافات وماذا عن نظرية الوترية التي يعتقد بها بعض علماء الفلك اليوم أو الـ ESP اللي هو Extrasensory Power أو الأبحاث في القوى الخفية من مثل التلفاثي أو التخاطب عن بعد بالتفكير أو معرفة الغيب بأي طريقة كانت أو الإسقاط النجمي أو أي قوى خارقة للطبيعة المادية هل هذه علوم صحيحة وشرعية؟ يعني قصدي لجتمت بالشرعية وليس العلوم الشرعية أم هي ما نسميها علوم في هامش العلوم الصحيحة أو هي علوم مزيفة؟ وما هي أصلاً العلوم المزيفة؟ العلم المزيف سودو ساينس يقصد به الاعتقادات والنشاطات التي تدعي أنها علمية لكن ينقصها المنهج والجوهر الخاص بالعلم لديها المظهر العلمي لكنها بعيدة جداً عنه العلم المزيف يتخطى بعض الأخطاء أو بعض التخبطات بالنشاطات التي ممكن أن تحدث بأي منهج علمي صحيح فالمناهج خاطئة كلياً بصورة ضعها في موضع شك والنشاطات لا ترقى أصلاً إلى تسميتها علماً صحيحاً لكن في واقع الحال لا توجد حدود فاصلة وواضحة بين العلم الصحيح بطرر ومرتبة العلم المزيف في الطرر الآخر بل يوجد طيف من التدرجات بين الأثنين فالكثير من العلوم الصحيحة قد يحوي واحد أو أكثر من سمات العلم المزيف فالعالم الخبير مثلاً الناجح ممكن جداً أن يقع في الخطأ التقديري أو المنهج الضعيف أو يبالغ في تفسير نتائجه فعلى سبيل المثال هو ممكن أن يقع في كل أو الكثير من الأخطاء بسبب الخلل في تبتيره الإدراكي الذي تطرقنا إليه في هذا الكورس وبعض العاملين بالعلم المزيف قد يصلون إلى بعض النتائج الصحيحة وقد يستخدمون بالواقع بعض الأسابليب العلمية الشرعية لكي يسوقوا أفكارهم ومعتقداتهم وفي وسط هذين الطرفين المتبادين من العلم والعلم المزيف هناك منطقة رمادية خابطة تحد كل من العلم الصحيح وما سماه كارل سيغان بالتقليد الرخيص الفلاسفة ينعتون الصعوبة في رسم خط فاصل بين طرفي النقيض في الطيف باسم مشكلة رسم الحدود أو demarcation وهذه هي المشكلة الفعلية عندما نتحدث عن العلم الصحيح والعلم المزيف لكن هذا لا يعني أنه لا توجد علوم غالب عليها المصداقية العلمية ونشاطات أخرى من العلم المزيف لدرجة ميؤوس منها ومن ينكر وجود المضادين فقط لأنه لا يوجد حدود واضحة بينها فهو يرتكب مغالطة الاستمرارية بالقراءة الحاطئة فهذه المساحة الضبابية بالوسط لا يعني أن هذين المضادين بالأطراف لا وجود لهما ولا يعني بأننا لا نستطيع أن نتطرق لهما بوضوح فالفكرة هي في أن نعرف كيف نفرق بين سمات العلم الصحيح وسمات العلم المزيف في المحاضرة السابقة قمنا بالتطرق لفلسفة العلم وبأخرى رأينا نوع الأدلة التي يجب أن ننظر لها وللنشاطات التي نحتاجها كي يكون عملنا مبني على أساس منهج علمي صحيح وصارم اختبار الحالات المتطرفة من العلم المزيف مثله كمثل طبيب يعاين مرض ما في مراحلة المتأخرة فالأعراض عند ذاك ستكون أكثر وضوحاً وشدة وهذا يساعد الطبيب في التعرف على الأقراض الأكثر خفية والأنواع الأخف حدة من المرض ولهذا السبب فمن الأهمية بمكان أن نقوم بمعاينة تلك النظمة الاعتقادية التي تدعي بأنها علمية لكنها في الواقع على هامش العلم مثل نظرية الاندماج النووي البارد الذي تطرقنا إليه وعلم الكائنات الخراقية والاعتقاد برؤية كائنات فضائية على سبيل المثال وقد يستكثر البعض إضاعة الوقت على مثل هذه الاعتقادات لأنها على هامش العلم وأمور غير طبيعية ويتوقف هنا لكن المؤلف له رؤية مغايرة فهو يراها ممتازة للتعلم منها كأمثلة فعند اختبار هوامش العلوم سنتعلم الكثير عن العلوم الصحيحة وكيف نستطيع القيام بها بأفضل الطرم الممكنة وبنفس الوقت نستطيع أن ندرس العلوم المتطرفة بالزيف فنشكر صورة نعرف بها ما هو العامل المشترك بين هذه العلوم المزيفة الكاذبة لدرجة مرضية أو pathological science وسنرى أيضا أنماط عامة بينها وما هي أنواع الأخطاء الإدراكية التي يرتكبها من يقوم أفضل من يقوم بالعمل في العلم المزيف وهي فرصة ممتازة لكي ندرس السمات التي تجعلنا نسميها العلم الكاذب مرضيا أو علم مزيف ميؤوس منه فإذن ما هي سمات العلم المزيف التي يجب أن ننتبه إليها؟ أكثر السمات بروزا ووضوحا في العلوم المزيفة هو منهاجها فالعلم المزيف يعمل بصورة عكسية أن يبدأ من النتائج التي يراد الوصول لها بدلا من اتباع المنطق والأدلة لعمل المشاهدات وتسجيلها وتركها تقوده إلى النتائج أيا كانت هذه النتائج هذه أيضا معروفة باسم التبرير أو المنطق المبني على الدوافع ويقصد به أنه إذا كنا نعلم أين نريد الوصول فإدراكيا كبشر نحن نحسن ذلك نحسن الوصول إلى ما نريد وبعدها نحشي ذلك بالتبريرات لنجعل الأدلة تطابق المفاهيم المسبقة لدينا وهذا نراه كثيرا في كل أو أغلب المناظرات مع المؤمنين باعتقادات سابقة ولقد رأينا هذا أيضا في التخبطات العلمية التي تطرقنا إليها في الفصل السابق أي أنه أساسا يبدأ العلم المزيف بالنتائج ومن ثم يعمل عكسية من تلك النقطة بدلا من العمل بصورة عادلة ومتفتحة للنتائج مهما كانت ابتداء من الأدلة وانتهاء إلى ما تقودنا إليه هذه الأدلة دون استعصب المسبق للنتائج وهذا شبيه لما قمنا بشرحه في فصل المنطق والتبرير فالفرق بين الأثنين هو كون التبرير يستخدم المنطق للوصول إلى نتائج مقبولة لدى الشخص أي استخدام المنطق المنحاز في انتقاء الكرز من البيانات للدفاع عن نتيجة ما مهما كانت ثمن فبالأساس يستخدم من يقوم بالعلم المزيف بالنشاطات والعمليات العلمية أو تلك العمليات السطحية أو ما هو مشابه للعلم حتى يقوموا بالتبرير أو كي يمنطقوا علمياً نتيجة يتمنون أن تكون صحيحة بدلاً من استخدام الأدوات العلمية لمعرفة ما إذا كان اعتقادهم صحيح بالفعل أم لا أي أنهم لا يبدلون جهد منسق ومشترك مع آخرين لكي يثبتوا أن النظرياتهم خاطئة وهذا يتعتبر دائماً الخطوة الابتدائية لأي عمل علمي فأنت على سبيل المثال عندما تطرأ عليك فكرة جديدة أو تفكر بفرضية جديدة فأول شيء عليك فعله هو أن تبدل كل ما في وسعك لتخطئ نظريتك عليك أن تبحث بكل وسيلة متاحة لكي تقوم بعمل تجربة أو مشاهدة من شأنها أن تخطئ نظريتك وعندما تنجو النظرية أو الفرضية من كل جهد تبدله أو محاولة تقوم بها لكي تثبت أنها خاطئة عندها فقط ممكن أن تعطيها موافقة مؤقتة أي عندها فقط ممكن أن تقول بأن هذه النظرية ممكن أن تكون صحيحة وليس مؤكد أنها صحيح فتقوم بمراجعتها مع زملائك وبنشر نتائج في مجلات مراجعة الأقران لترى ما يعتقده علماء آخرون أو خبراء آخرون بنفس المجال فقد ينبهوك لطريقة بالقياس كانت قد فاتت عليك للحصول على بديل للنظرية أو أن بها أحتمالية تخطئ نظريتك مثلا فإن أردت القيام بالمنهاج للعلم المهاج الصحيح للعلم عليك أن تبحث في نظريات أو تفسيرات بديلة ولا تركز فقط على نظريتك الخاصة كتفسير وحيد وإلا فأنت ممكن أن تقع ضحية ما قمنا شرحه سابقا في حلقة المغالطات المنطقية كأنحياس تطابقي congress bias أي الميل لدراسة فرضياتك فقط وهذا ممكن أن يقوده بكل سهولة لمغالطة انتقاء الكرز لبيانات تبدو وكأنها تدعم نظريتك وذلك لأنك تفشل أن ترى بأن نفس البيانات ممكن أن تستخدم في دعم نظريات أخرى أو أن الفرضيات الأخرى ممكن أيضا أن تنتج نفس الأدلة دون أن تكون نظريتك صحيحة لكن علماء العلم المزيف غالبا ما يبدلون الجهد لكي يثبتوا أن نظريتهم هم صحيحة وفقط بطريقة سطحية يتطرقون للنظريات الأخرى التي قد تفسر أيضا مشاهداته عند اختبار نظريتك لرؤية الأدلة الإيجابية فقط وعدم اختبار البدائل أو الأدلة التي تخطئها فهذه ميزة للعلم المزيف فالباحثون في العلم المزيف في الواقع يسعون في إثبات أن نظرياتهم صحيحة ويتجنبون أو يمنطقون أو يلفون حول الأدلة التي تتضارب مع نظرياتهم وقد يلجأون لعمل المراطعة الخاصة لكي يفسروا لماذا الأدلة التضاربية في الواقع لا تثبت بأن نظريتهم خاطئة حتى لو أنها بدت بأنها تفعل ذلك وأيضا يقومون بتحويل عبء الإثبات على الآخرين فقد يقولون شيء من مثل أثبت أن نظريتك خاطئة أو إذا لم تتمكن من إثبات خطأ نظريتي فعليك أن تتقبلها بأنها صحيحة لكن في الواقع إثبات نظريتهم خاطئة أو على الأقل القيام بالمحاولات الجادة لعمل ذلك يجب أن يكون من مسؤوليتهم لأنها نظريتهم أو إدعائهم عبء الإثبات يقع كليا على عاتقهم لكي يبينوا أن نظريتهم صحيحة وأنها نجت من المحاولات في تخطيئتها من قبلهم ولا يوجد بداء الأبسط في تفسير البيانات التي يقومون بعرضها علماء العلم المزيف أيضا يقعون ضحايا الانحياز التأكيدي والتي كما شرحنا من أقوى الانحيازات التي تؤثر على طريقة تفكيرنا وتقديرنا للفرضيات المختلفة والانحياز التأكيدي هو أذكركم أنه عملية البحث عن الأدلة الداعمة التي تقود لنتائج نتمنى أن تكون صحيحة وهذا من شأنه أن يعطينا الإحساس الخاطئ بأنه أينما وجد الدخان فلابد أن يكون هناك نار وهذا غير صحيح أي ممكن أن نجد دائما الأدلة المشروطة بظروف معينة سواء المباشرة منها أو غير المباشرة والتي قد توحي بأن اعتقادنا سليم وأن لم يكن سليم فكيف نفسر كل الأدلة التي تبدو وكأنها تدعمه الحياز التأكيدي يقود لمغالطة انتقاء الكرس في البيانات للأدلة التي فقط تثبت نظرية أو فكرة شخصية ولكي تحمي نفسك منه فعليك أن تقوم بجمع كل البيانات وبصورة نظامية لكي تعرف إن كانت بالفعل تدعم نظريتك أم لا وهذا التفضيل للأدلة الإيجابية المراد جمعها رغم التدني بالجودة هو السمة الرئيسية في البحث عما إذا كان علما مزيف أم لا والجانب الآخر من ذلك أي النتائج السلبية المراد جمعها رغم التدني بالجودة هي أيضا مرفوضة فعلى سبيل المثال قد ينظر الباحث للدراسة التي تؤكد اعتقاداته ويتقبلها بكل سطحية بدون نقط بينما ينظر لدراسة أخرى تتضارب مع اعتقاده فيغوص بالتفاصيل للتنقيب عن أي أخطاء بها والاختراع أسباب تجعله يرفض هذه الدراسة كدراسة جدية أو نهائية فقط لأنه لا يريد تقبل نتائجها فلأي مسألة محددة وخصوصا مع وجود هذا الكم الهائل من الأدلة والبحوث العلمية هناك الآلاف من الأوراق العلمية التي تنشر كل عام وفي كل مجال ويوجد الكثير من التلوث بينها لدرجة أنك لو كنت بالفعل جادا في البحث والتنقيب عما يدعم أي فكرة مهما تكون خاطئة فقد تجد في المنشورات الأدبية لمراجعة الأقران وغيرها من وسائل النشط ما يبدو وكأنه يدعم موقفك ولكي تحل هذا الإشكال عليك فقط النظر بكل البيانات وبصورة نظامية أكاديمية لكي تتأكد إن كانت مجموعة الأدلة أو الأدلة التي أجمع عليها العلماء هي بالفعل تدعم موقفك أم لا هناك أيضا العلم المزيف المعتمد على الأدلة الحكواتية أو التجارب الشخصية وشهادة أشهود أو كما يقال هاوسوايف تيلز هذه الأدلة هي الأكثر ضعفا وينقصها المصداقية فالتجارب الشخصية هي مشاهدات موجهة بمغالطات كثيرة منها مغالطة تسمى بأمر خاص لتلك الحالة فقط أي بتجربة فردية للشخص ولا تتبع منهاج نظامي محدد يمكن اختباره وتكون ملوثة بالانحياز التأكيدي والانحياز بالتذكر فعلى سبيل المثال إذا أردنا أن نقدر مدى كون علاج طبي آمن أم لا فلا يمكن أن نعتمد على التجارب الشخصية للمرضى الذين أخذوا هذا الدواء أو ذاك بصورة غير نظامية فلنقل على سبيل المثال أن علاج ما يساعد في القضاء على مرض السرطان وتذهب لحضور اجتماع يدعم هذا العلاج احتمادا على التجارب الشخصية والقيل والقال لشهادات الشهود من مرضى أخذوا هذا العلاج وشفيوا من مرض السرطان فهذه التجارب الشخصية تكون بطبيعتها انحيازية فقد يكون هناك أشخاص أخذوا هذا العلاج وماتوا وهم غير متواجدين ليرووا قصصهم كذلك نحن لا نعلم إن كان هؤلاء قد أخذوا علاجات أخرى بنفس الوقت أم لا فالمتغيرات في حالات القيل والقال لا تكن تحت السيطرة أي ممكن أنهم جربوا ثلاثة أو أربع أو خمس أشياء مختلفة من العلاجات النموذجية أو غير النموذجية فكيف سنعرف أي منها مسؤول عن شفائهم التجارب الشخصية تسمى anecdotes والذي هو مصطلح تحقيري يستخدمه العلماء لبيان الأدلة غير قابلة للسيطرة وعليه فهي ملوثة بالانحيازات وليست منظمة ومعرضة لانتقاء الكرس وقد تكون الانحيازات تتم بصورة نظامية وعليه لا يمكن الاعتماد عليها كأدلة لكن علماء العلم المزيق غالبا ما يقومون بالاعتماد الكبير عليها لأنهم بالأساس يستطيعون أن يجعلوها تقول أي شيء يرودونها أن تقول تفضيل هكذا دليل متدني بالدرجة على الدلائل الأكثر صرامة فقط لأنها تعطي النتائج المرغوب بها سلفا ممكن استخدامها لإثبات أي اعتقاد تقديم مهما يكون هذا الاعتقاد غير مهتمل لكننا للأسف نميل وبصورة عاطفية لأن نكون أكثر اندفاعا للأخذ بهكذا أدلة دون أن نشغل تفكيرنا النقدي فتشغيل التفكير النقدي يتطلب بذل الجهد المضاعف لرفض هذه القصص الشخصية التي يقوم الناس بسردها لنا أو على الأقل لعدم أخذها كأدلة مؤكدة على حصول الشيء وإن فعلت ذلك فسيعتقد بعض الناس أنك متعالي ويواجهك آخرون بقول أشياء من مت هل ستصدق أرقام على الصفحات أم تجارب فعلية للبشر وكأن التجارب الحقيقية للبشر هي بيانات أكثر مصداقية من الإحصاءات العلمية النظامية وللأسف هذه مسألة جربتها أنا بنفسي ويصعب علي أحيانا التعامل معها فهذه النوعية من الالتماس بالعواطف هي أيضا سائدة بين من يدعمون العلم المزيف من الذين يحاولون الدفاع عن موظفهم عندما لا تساندهم الأرقام والإحصاءات على الورا السماء الأخرى التي يجب أن ننتبه لها عند البحث أما إذا كان العلم مزيفا أم لا هي أن المبادئ التي يرتكز عليها لناحية معينة في البحث تكون مسندة لدراسة أو مشاهدة واحدة فقط في مقابل مجموعة كبيرة من البيانات الأخرى المأخوذة بكل حذر فهؤلاء قد يستخدمون الأدلة أو البحوث الابتدائية أو حتى قصة شخصية وحيدة كقاعدة رئيسية يبنون عليها نظام عقائدي دقيق أي أنهم يقعون في مغالطة التعميم السريع بإثناء مبادئ بعيدة المنال على دليل واحد قد يكون حتى غير دوم مصداقية ومثال على ذلك تجده في قصة دي دي بالمر وهذا الشخص هو الأب الروحي للعلاج اليدوي عن طريق العمود الفقري أو اللي يسمونه الكايرو براكتس وهو صاحب نظرية الخلع الجزئي التي بناها على حالة واحدة فقط فالمر ادعى أنه عالج شخص أصم بطريقة المعالجة اليدوية لعظام الرقبة ومن ثم استنتج من هذا كل نظريات المعالجة اليدوية أو على أقل تقدير اخترع النظرية الكلاسيكية للخلع الجزئي والتي تقول بوجود مجرى لنوع منطاقة حيوية تتحرك في العمود الفقري أو بالأعصاب وعندما ينسد هذا المجرى لسبب أو لآخر فهذا يبنع أجزاء معينة من الجسم من القيام بوظيفته أي أنه أي انسداد في هذا المجرى يسبب أمراض وأعراض مرضية وهو يعتقد بأن العلاج اليدوي أو المساج الذي قام به لعظام رقبة مريضه كان من شأنه أن يفك الانسداد في هذا المجرى الطاقوي فاستعاد المريض قابليته للسمع وكان بزمنه في القرن التاسع عشر لا يعلم بالمر بأن الأعصاب المسؤولة عن السمع لا تمر من خلال الرقبة أي أنه لا يوجد أي اهتمال أن تكون المعالجة اليدوية للرقبة مسؤولة عن تسليك مجاري الأعصاب التي نحتاجها للسمع والمثال الآخر لبناء نظرية علمية على المشاهدة الفردية نراه أيضا في قصة مخترع علم قزحية العين فعلم قزحية العين يقول أن قزحية العين تعكس الصحة الجيدة أو المرض لكل جزء من أجزاء الجسم وهذا مؤسس على طريقة عامة للتشخيص تسمى هومونكيولس أو إنسيان بالعربي وهو الاعتقاد بأن كل الجسم ممكن أن يعرض يعرض بجزء صغير من الجسم يعني بما يشابه الريفليكسولوجي إذا في عندكم فكرة عن الريفليكسولوجي أما في هذه الحالة فهذا الجزء الصغير الذي يعطيك خارطة للجسم فهو قزحية العين مخترع علم قزحية العين كان قد سجل مشاهداته على حالة واحدة لبومة مكسورة الرجل عندما رأى بأن اللمعة الذهبية اختفت من عين البومة بعد أن شفيت ومن هذه المشاهدة الفردية قام بتفسير كل مبادئ هومونكيولس قائلا بأن كل الأمراض والأعراض المرضية ممكن تشخيصها أو حتى التنبؤ بها بمجرد النظر للألوان العشوائية في لمعان عين المريض المبادئ والنظريات لا يمكن أن تؤسس على تجربة واحدة أو مشاهدة فردية ولا على مسألة فلسفية لم يتم التأكد منها بالأدلة الدامغة أو تطورة كنظرية علمية أو علم صحيح بعد ذلك وفكرة الطاقة الحيوية التي ذكرناها في مثال سابق هي فكرة موجودة قبل العلم لكنها لا زالت للأسف تشكل الأساس للكثير مما يسمى بالعلاج البديل كالعلاج باللمس والريكي ووخز الإبر والمعالجات اليدوية الكايروبراكتك وحتى إلى درجة الطب الشعبي أو الهوميوباثي فقبل أن نفهم ونتوسع في علوم وظائف الأعبار وعلم التشريح والكيميا البايولوجية وكل العمليات المتداخلة في تكوين الكائن الحي كنا نعتقد فلسفيا بوجود قوة هذه القوة الحيوية هي ما تجعل أشياء حية وأخرى غير حية وكل ما لم نكن نفهمه أو نجهله حينها كنا نرجعه للطاقة الحيوية أو الطاقة الحياتية وما كنا في الواقع نعمله كان التماس بالجهل لكننا اليوم صار باستطاعتنا أن نفسر كل العمليات المكونة للحياة على الأقل لدرجة معقولة من التقاصيل أي بكل بساطة لم يعد لنا حاجة للطاقة الحياتية أو الطاقة الحيوية لنفسر من خلالها ما نجهله فهذه كانت فكرة فلسفية كما ذكرنا بكيفية عمل الجسم الحي ولم تكن مدعومة أو تم اختبارها من قبل بالطرق العلمية ومع أنها صارت فكرة فلسفية عفا عليها الدهر لكنها للأسف لا زالت تشكل المبدأ الأساسي للكثير من الطرق العلاجية البديلة وسمى أخرى للعلم المزيق نجده في الادعاء المبني على الأدلة الابتدائية أو الضبابية لدحط نظرية قوية بالأساس وأحياناً يكون هذا الادعاء مصاحب لما نسميه بمتلازمة غاليليو لأنه غالباً من يقوم به يقارن نفسه بغاليليو وبمعنى آخر هي الادعاءات البعيدة المنال والعظيمة في دحط أقسام بالكامل من العلم الصحيح من خلال القيام باستقراء بحوث قليلة أو أدلة ضعيفة وهذا يحصل مع العلم المزيف لأنه عندما تتعارض النظرية مع علوم قوية التأسيس فبدلاً من أن يقول من يقوم به بأنه لابد أن هناك خطأ ما في نظريتي أو على أقل تقدير أن يقول هناك شيء غامض بالنتائج غير مفهوم غير مفهوم أو التي أنا لا أفهمها بدلاً من كل ذلك يقوم من يمارس العلم المزيق بتضخيم تبعات نظريته ودعياً بأنه كل هذه المساحة من العلوم المؤسساتية لابد أنها خطأ لأنها تعارض نظريتي أحد الأمثلة على هذا النوع من النشاطات التي يسميها داعموها بالعلم البديل هو صدور كتاب مكتوب من قبل باحث باسم لويد باي بعنوان كل ما تعتقد أنك تعرفه هو خطأ الكتاب الأول أصل البشر هذا الكتاب هو عبارة عن تفاعل تسلسلي من الادعاءات في العلم المزيف فمؤلفه يبدأ على سبيل المثال بافتراض وجود حضارات قديمة لمخلوقات فضائية كانت بصورة ما متداخلة في التاريخ البشري وهي حضارات غير معروفة لعلماء الأحافير الحاليين وأنه حتى تطور الكائنات كان بسببهم ويدعي أن تطور الكائنات كان بسببهم وأن هذا له ارتباط أو يفسر مشاهدات من مثل ذو القدم الكبيرة وأشباه البشر من المخلوقات الأخرى والأشباح وغيرها ومرة أخرى هذا لا دخل له بالعلم الصحيح لكن المؤلف يقوم في كل حالة تتعارض فيه تفسيره أو ادعاهه مع علم الأحافير أو علم المتحجرات أو البايولوجي أو حتى التسياء الحديثة يقوم بكل بساطة بإلغاء الاكتشافات الحديثة ويبدلها بنظام اعتقادي من علم مزيف آخر ولهذا السبب سماه نوفلة بالتفاعل التسلسلي إلى أن يصل مؤلف الكتاب بالعلم المزيف إلى استبدال كل العلوم التي بناها البشر بإصدار جديد ورؤية جديدة للواقع كما يدعي أو إلى إثبات بأن كل علومنا الحديثة خاطئة ومثال آخر نجده عند فنان الرسم الكاريكاتيري الذي تحول بقدرة قادر إلى عالم هذا الشخص اسمه نيل آدمس ونيل آدمس كان يدعم فكرة تقول بأن الأرض أجوى أو أنه بدأ صغيراً بدأ صغيراً وصار أكبر بالتنامي وأنه لا زال متنامي بالحجم أي أن كوكب الأرض كان أصغر بكثير في تاريخه القديم وأنه تضخم مع مرور الزمن بواسطة خلق المادة لنفسها وهو بنى نظريته تلك لكونه شاهد بأن إن ألغيت البحار والمحيطات من الخارطة فالقارات ستداخل بعضها البعض يعني مثل الجيكسو بازل نحن نعلم أن القارات بالفعل تتداخل ببعضها بصورة ما ونعرف أيضاً أن السبب في انفصالها هو وجود الصفائح التكتونية بخشاتها وكذلك نعتقد أنها في مرحلة زمنية معينة كانت متصلة ببعض ومن ثم تمددت لاحقاً وتدفقت مياه المحيطات في الشقوق المتشكلة في التمدد وهذا ما يسنده الكثير من العلوم المؤسسة لكن من أين أتت هذه المادة الجديدة التي يتحدث عنها آدمس وكيف تتزايد الجاذبية في الأرض كما يدعي ولو كانت كل الكواكب تتزايد بالحجم كما يعتقد كيف يمكن لأفلاكها أن تكون مستقرة لكن في كل مرة يتم فيها الاحتراض علمياً على نظريته يقوم نيل آدمس برفع يده في الهواء ليلغي كل المجالات الأخرى في العلوم المؤسسة قائلاً قد يكون ذلك لأن المغناطيسية هي التي تحافظ على استقرار الفواكب في أفلاكها وليس الجاذبية وهذا معناه أننا المطلوب منه أن نعيد كل الدراسات للجاذبية والمغناطيسية فقط لحل هذه الإشكالية في نظرية الأرض المتضاقمة التي يتبنىها هو وهو يضيف أيضاً فكرة الخلق التلقائي للمادة من لا شيء فيخلط العلم الكمي بما هو بكل بساطة لا دخل له بالعلم نعم يوجد خلق واقعي للمتضادين الجزئيين في المستوى الكمي لكن هذين المتضادين يعدمان بعضهم البعض حالة تواجدهما في المحيط المستقر يعني التشارجز مالتهم مختلفة فخلق مادة مستقرة من لا شيء يقضي على مبدأ الحفاظ على الطاقة والمادة وهذا القانون مؤسس في علم الفيزياء ليس ذلك وحسب فنظريته أيضاً ستقضي على الكثير مما نعرف في علم الجيولوجيا الحديث والصفائح التكتونية وعلم البراكين على سبيل المثال وغيرها من العلوم ومرة أخرى هو يقلب الطاولة على كل العلوم الحديثة التي تعارض نظريته كي يحمي أو يدافع عن فكرته التي لا يريد التنازل عنها العلم المزيف معروف كذلك بالقيام بالإدعاءات العظيمة والجسورة واليقينية متخطياً أي دليل ولا يوجد هنا مشكلة بالقيام بالإدعاءات العظيمة لكنك بالمقابل تحتاج الدليل الذي يدعمه أي كما قال كارل سيغن الإدعاءات العظيمة تحتاج لددائل تساويها بالعظمة على الأقل وحتى الإدعاءات المتواضعة ممكن أن تكون المزيف إذا لم تكن تملك الأدلة التي تستند عليها العلم الجيد هو العلم الذي يتم القيام به بدرجة من الحذر والتحفظ ولا يقدم الإدعاءات التي لا تستند على أدلة فعلى سبيل المثال في عملية مراجعة الأقرام عندما يقوم الخبراء في نفس المجال بمراجعة ورق قدمها أحد زملاء المهنة على أمل أن يتم نشرها أحد الأمور الخاصة التي عليهم أن يقرروا هو هل استنتاج الباحث مستند على أدلة؟ وهل هذه الأدلة كافية في دعم البيانات التي تم عرضها بالدراسة؟ فإن كانت الاستنتاجات المؤلف جسورة أو تتخطى الأدلة فغالباً ما يرجعوه لكي يصلحه الباحث قبل أن يتم قبول الورقة للنشر وجانب آخر للعلم المزيف والذي يعتق النوفيلة بأن له علاقة بالجسارة هو أنه غالباً ما تعطي هذه الأبحاث أجوبة بسيطة سادجة على مسائل معقدة ومتعددة الجوانب فالعمليات العلمية غالباً ما تقود إلى حلول سهلة وأنيقة أما العلم المزيف فغالباً ما يعطيك حلول سادجة حتى لظواهر معقدة جداً وهذا الأمر غالباً ما نسميه نظرية كل شيء فصحيح أن العلماء يبحثون بجدية عن نظريات أكثر أناقة تستطيع أن تفسر أكبر قدر من العالم الطبيعي وهذا لا غبار عليه لكن عندما تأخذ هذه العمليات إلى حافة التطرف بحيث أنها تتخطى الأدلة وتستخدم ظاهرة صغيرة لتفسير كل مفاهيمنا عن الكون على سبيل المثل عندها يصبح ذلك نظرية كل شيء بتاع كله وهي النظرية التي تتجاوز التبرير الحقيقي وهذا الأمر سائد لدينا في علم الطب عندما يدعي أحدهم أنه اكتشف السبب لكل الأمراض أو العلاج لكل الأمراض واحد الأمثلة على هذا نجده في قصة حولدا كلارك حيث كانت حولدا تعتقد بأن الديدان الكبد هي سبب كل الأمراض التي تصيب الإنسان وعليه فكل الأمراض بالإمكان معالجتها بمعالجة هذه الديدان الكبدية وعلى هذا الأساس ادعت أنها تملك العلاج لكل الأمراض التي تصيب البدن أو على الأقل هذا ما كانت تعتقده قبل أن تتوفى من يعمل بالعلم المزيد غالبا أيضا ما يكيل العدى ونحن النقد العلمي فالعلم كما نسميه بالعادة هو العشيقة القاسية إذا أردت أن تكون معها فلابد أن تتحمل ما يأتيك منها ولقد تحدثنا عن عملية مقارنة الأقران حيث يوجد مجموعة من العلماء مهنتهم هو النقد الكبير لكل ادعاء جديد هؤلاء الأقران سيقومون بانتقاد البيانات التي يقدمها زملائهم ليؤكدوا أنهم وضعوا بالحسبان كل الأدلة أو أنهم لم يقدموا ادعاءات واهية تتخطى أدلتهم أو أنهم صارمين ودقيقين في كون حساباتهم صحيحة كل هذه الأمور للنشر بمجلات مقارنة الأقران تعمل مثل ما يعمل فرامة اللحب وهذا هو ما يجب أن يكون عليه العلم والطريقة التي يجب أن يعمل بها وهي الطريقة الوحيدة لتقسيم تلك الأفكار والإدعاءات إلى تلك المفيدة ولها احتمالية أن تنجح وتلك التي ستصل إلى طريقة مسجود وبينما لا يحب أحد أن ينتقد لكن العلماء عليهم أن يكونوا جلفي الأحساس لأن هذا النقد هو جزء من العملية والمنهاج العلمي لكن العاملين بالعلم المزيف لا يفهمون ذلك ولا يستطيعوا أن يتحملوا هذا النقد هذا الكم من النقد القاسي وغالبا لا يتواصلون مع المجتمعات العلمية ويدعون أنهم ضحايا نظريات المؤامرة أو حملات تستقصد هدم أفكارهم وقد يدعون أنه لأن نظريتهم ثورية وأنها ستسحق الكثير من علوم النخبة فهم تم استبعادهم أي قد يلتسمسون مشاعر ضد النخبوية فيقولون أنهم خارج الشبكة الداخلية المخصصة للنخبة ولذلك يتم معاداتهم لكن في نهاية الأمر كل هذا مجرد محاولات لتحويل مسار عملية النقد الذاتي الذي من المفروض أن يكونوا هم أول من يطبقه على أنفسهم لكي يتجهوا بالعلم قدما وقد يستخدمون أيضا مصطلحات علمية مزيفة بصورة غير دقيقة أو مصاغة بصورة علمية فكلنا يعلم أن العلم يشوبه الكثير من المصطلحات العلمية أو ما تسمى بالرطانة العلمية وهذا ما يجعلها ليس في متناول الجميع أو من الصعوبة بمكان أن يفهمها من هم خارج المهنة وهذا شر لا بد من فميزة هذه الرطانة هي في استخدام المصطلحات العلمية التي يكون لها تعاريف علمية دقيقة وغير ضبابية وذلك لكي يستطيع الخبراء أن يتحدثوا مع بعضهم البعض بطريقة فعالة وذات كفاءة دون أن يكون هناك فرصة لسوء الفهم وهذا ما يعطي العلم الصحيح الشرعي هذا الإحساس بالرطانة التي نشعر بها عند الحديث بصورة تقنية مستخدمين مصطلحات عالية التعقيد ومن يعمل بالعلم المزيق يستغل هذا الشيء أي يستخدم أيضاً مصطلحات أميقة ورطانة علمية لكنه عندما يفعل ذلك وهو لا يكون لكي يجعل ادعاءه أكثر خصوصية أو وضوح بل العكس هو يستخدمها لأجل التعتيب أي لكي يخبأ حقيقة ما يريد أن يقوله فقد يستخدم رطانة المصطلحات التي ليست معروفة بصورة واضحة أو يخلط عدة مصطلحات مثل ما يفعل طبعاً ديباك شوبرا اللي يعرفونه عندما يقول بأن الكون له وعي استناداً على نظرية الكب وأنا أسمي ذلك صلطة المصطلحات أو قد يستخدم مصطلحات تحمل أكثر من معنى ليدلل على بحثه بأن بحثه علمي بينما هو ليس كذلك فعلى سبيل المثال يستخدم داعمية تصميم الذكي مصطلح المعلومات وكأنهم يستخدمونها بطريقة علمية دقيقة لكن الواقع هناك الكثير من الأنواع المختلفة من المعلومات الخاصة من التي قام الرياضيون بتعريفها وبدقة وسموها بأسمائها بينما نرى داعمي نظرية التصميم الذكي بكل بساطة يستخدمون المصطلح معلومات بصورة غامضة وبالواقع هم يحورون التعريف عندما يستخدمونه في طرق مختلفة حسب كل مرة يستخدمونه بها وذلك لكي يشوشوا على مقدرة فهمه وليس لكي يشرحوا نقطة معينة العلم المزيف له سمة في كونه ليس تقدمي فالعلم الصحيح والشرع يكون تقدمي مع الزمن أما العلم الزائف فهو يميل إلى أن يكون راكب وكأنه يطار الديلة أي أنه يحاول بصورة لا متناهية بناء قواعده الأساسية ولا يبدو أنه يتحرك من هذه النقطة أو من الظاهرة الموجودة التي يدرسونها فبعد مئات من السنوات على سبيل المثال هناك لازالت محاولات لبناء أساسيات علم الساي أو علم التخاطب أو علم القوة الخارقة أو رؤية الغيب أو الـ ESP مثلاً ناهيكة عن تقدمها في كيفية عملها مثلاً أو ما هي المبادع الأخرى للـ ESP مثلاً تصيد ما هو غامض هو أيضاً سماء أخرى سائدة للعلم المزيد تحدثنا سابقاً بأن الغموض ممكن أن يكون مفيد جداً بالعلم وذلك لأنه مؤشر لخلل في فهمنا الحالي أو مؤشر لطريق بحثي استكشافي جديد لكن بالنظر للأمر الغامض لكي نأتي بنتائج معينة هو ما نسميه تصيد الغامض من الأمور وهذه الطريقة لا تبحث عن التخطيء أو لاكتشاف البدائل لكن فقط لكي نقول بأنه يوجد أمر غير واضح هنا أو أمر غامض وعلي فلابد أن فكرتي أنا هي السليمة وهذا بالطبع شيء سهل وذلك لأنه دائماً ما يكون هناك غموب بأمر ما لو حاولت التنقيب بصورة كافية وعلى هذا الأساس فالدعاءهم لا بد أن يكون حقيقي وعلي فالمغالطة التي يقعون بها هي استخدام الغامض من الأمور ليثبتوا أو ليؤكدوا نتائجهم بدلاً من أن يحسبوه نقطة البداية لأبحاث تالية في المحاضرة المقبلة سنحاول استكشاف بعض العلوم الزائفة الخاصة وسنرى كيف تتجسد بها كل السمات التي قمنا بشرحها في هذا الأصل شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر